ما هو الحيوان الذي إذا قتله الإنسان قتلته الشياطين في الحال وأين يذهب القرين بعد موت الإنسان وهل يمكن الزواج بين الإنس والجن ومن هو الذي خنق إبليس حتى تقيأ في يده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من هو جليس الشيطان أكل الربا ومن هو صديق الشيطان الزاني ومن هو ضجيع شعر بالخمر ومن هو ضيف الشيطان السارق ومن هو رسول الشيطان الساحر وما كرة عين الشيطان الحلف بالطلاق ومن هو حبيب الشيطان تارك صلاة الجمعة وما هو الشيء الذي يكسر ظهر الشيطان صهيل الخيل في سبيل الله وما هو الشيء الذي يذيب جسد الشيطان التوبة وما هو الشيء الذي يخزي وجه الشيطان صدقة السر وما هو الشيء الذي يطمس عيني الشيطان صلاة الفجر وما هي الكائنات الأخرى التي تصوم رمضان مثل البشر المسلمون من الجن فقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للإنس والجن معنا وما هي أقسام الجن يقسم الجن إلى ثلاثة أقسام قسم يطيرون في الهواء قسم إلحيات وكلاب وقسم يضعنون ويذهبون وكيف يأكل الشيطان يأكل الشيطان ويشرب بشماله ومتى يتقيأ الشيطان إذا نسأل الإنسان أن يسمي على الطعام وقال في وسط الطعام وفي آخره بسم الله في أول وفي آخره تقيأ الشيطان أكله وأين يجلس الشيطان يجلس الشيطان بين الظل والشمس وما هي مساكن الجن الجن يسكنون في قمم الجبال وفي أعماق البحار ومنهم من يقيم معنا في منازلنا ومنهم من يقيم في أماكن قضاء الحاجة لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الخلاء أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن هم الذين رأوا الجن على حقيقتهم؟ رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحاب النبي سليمان عليه السلام مع النبي سليمان والجان خلقناه من قبل من نار السموم ما هي نار السموم؟ هي النار التي تدخل مسام الجسد من شدة حرها وماذا قال إبليس لآدم عليه السلام وهو مخلوق من طين قبل أن يبث فيه الروح؟ قال إبليس لآدم عليه السلام لأن صلت عليك لأهلكنك ولأن صلت علي لأعصينك وما هي الصورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فسمعها الجن وقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يا صورة الرحمن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه الصورة الرحمن سكتوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن الجن أحسن ردا منكم فكلما قرأت عليهم فبأي ألاي ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من ألايك ربنا نكذب فلك الحمد وهل الجن المؤمن يدخل الجنة؟ نعم يدخل الجنة لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فهذه الآية نزلت للإنس والجن معنا إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء فما هي؟ الأول مؤمن قتل مؤمنا والثاني رجل مات على الكفر والثالث رجل في قلبه مخافة الفقر ومن هو الذي خنق إبليس حتى وجد برودة لعابه على أصابعه؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في صلاة الصبحة فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بإبليس وخنقه ولولما تذكر دعوة سليمان عليه السلام لربطه في سارية من سوار المسجد يتلعى به صبيان المدينة وهل يمكن الزواج بين الجن والإنس؟ لا يمكن الزواج بين الإنس والجنة لأن الزواج له أركان وله شروط ولكن من الممكن أن تقع الممارسات التي لا ينتج عنها زرية وما هو الحيوان الشيطان؟ الكلب الأسود شيطان ولماذا يتشكل الجن بصورة الحيوان الأسود؟ لماذا اللون الأسود؟ لأن السواد أجمع للقوة الشيطانية وما هو الحيوان الذي خلق من الشياطين؟ الإبل خلقت من الشياطين وكيف خلقت الإبل من الشياطين؟ أي تتلبسها الشياطين وكذلك من انطباع الشياطين الحقد والغضب ولماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ لأن الإبل خلقت من الشياطين والشياطين خلقوا من نار السموم ولا يطفئ النار إلا الماء وما هو مرض الجن الذي يموت به كثير من الناس؟ هو مرض الطاعون فمرض الطاعون هو طعن الأعداء من الجن هو جن كافر غير مسلم لا يموت القرين بموت الإنسان لأن كل منهم له عمر محدد فأعمار الإنسان تختلف عن أعمار الجن يفارقه ولا يبقى معه ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله وقد يوكل بإنسان آخر وهل الجن يموتون؟ نعم الجن يموتون فمنهم من يموت بالمرض ومنهم من يموت بالقتل ومنهم من يموت بأسباب الموت الأخرى ومنهم من يموت بالشهب وهم الذين يستركون السمع إلا إبليس فهو باقي إلى يوم الوقت المعلوم بوعد من الله وأين يدفن الجن موتاهم؟ الجن لا يدفنون موتاهم لأنهم عكس البشر خلقوا من نار وهل الجن يعلم الغيب؟ الجن لا يعلمون الغيب ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت النبي سليمان عليه السلام وما لبسوا في العذاب المهين وكيف لم يعرف أحد من أهل سليمان وجنوده بموته رغم بقائه كل تلك المدة؟ ألم يكلموه أو يسألونه شيئا؟ كان النبي سليمان عليه السلام في كل فترة خلوة يختلي بها مع الله فصدف النبي سليمان أو موت النبي سليمان عليه السلام تلك الفترة ولماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية ليلا؟ لسببان السبب الأول لإفساد الشياطين لها والسبب الثاني أن هناك ليلة في العام ينزل فيها الوباء من السماء فما ترك إناء إلا نزل فيه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية وهذا من باب الوقاية خير من العلاج من هو الذي مصيبته أعظم من مصيبة إبليس؟ هو تارك الصلاة في إبليس رفض السجود لآدم أما تارك الصلاة فيرفض السجود لرب آدم ما هو الحيوان الذي إذا قتله الإنسان قتلته الشياطين في الحال؟ هي الحية فهناك شاب من الأنصار توزوج حديثا ورجع إلى بيته فوجد حية على سريره فقم بقتلها فليهدرى أهو مات أولا أم الحية شكرا